مرحبا إلى ضيفي من العاصمة القطرية الدوحة حسامة عن برجاء المستشار المالي والحديث عن المستويات القياسية والتاريخية للبرصة القطرية في جلسة هذا اليوم نتحدث عن مستويات 1939 نقطة سيد حسام نجي أيضا مستويات عالية بالسيولة نحن فوق تقريبا مليارين ريال قطري السؤال دخل سيولي من كبار المستثمرين قد تحرج وتأثر سلبا على الآخرين المستثمرين لسيما صغار المستثمرين نعم باعتقادي نحن لازم لدراسة سيولة حركة سيولة وحركة شياء المحافظة الأجنبية أو الشركات الأجنبية وحسب المعلن في موقع السوق يجب علينا دراستها من تاريخ إعلان دخول سوق قطع للأسواق الناشئة يعني لاحظنا عمليات ضخ السيولة من المحافظة الأجنبية إلى تقريبا جانيوري إلى نهاية شهر جانيوري قاربت الـ 2 مليار ريال قطري وكان مع العلم أن حجام التداول لم تزيد في ذلك الوقت عن مستويات الشهية حوالي 15 مليار لذلك بينما شاهدنا هناك ضخ سيولة من الأجنب ولكن شاهدنا تراجع ملحوظ في عمليات ضخ السيولة من الأجنب السيولة الموجودة حاليا في السوق هي سيولة فائدية طبعا هناك سيولة أفراد بغض النظر أجانب أو حتى قطعيين تضخف السوق ويتم العمليات الشراء عليها لذلك هناك تغير في نمط هذه السيولة أصبحت سيولة في مستويات 10500 نقطة كانت سيولة استثمائية موجودة في أسهم قيادية ولكن السيولة الحالية هي سيولة تسعى نحو أرباح سريعة في ظل الارتفاعات يعني ارتفاع السوق من بداية العام إلى اليوم حوالي 25% بينما في عام 2013 كان ارتفاع السوق إلى عام 2013 كله حوالي 25% لذلك نشهد هذه السيولة السريعة أو السيولة التي تبحث عن عمليات مضاربة عمليات ربح سريعة وانتهى الأمر وصلت لفكرتك سيد حسان بس اختصرنا الوقت إدراج سوق قطر لشهر الجاي بعد تقليل 15 شهر الجاي في مؤشر مورغانستاني الأسواق الناشاء البعض يبرى أن التأثير الإيجابي فقط سيكون على الأسهم التي ستدرج ضمن هذا المؤشر وليس على بقية الأسهم المكونة للمؤشر أو البورصة القطرية فعليا هذا شيء لمسناه يعني خلال احتكارنا مع بعض المستثمرين في السوق البعض يظن خاطئا أن الاستفادة ستكون فقط للأسهم التي ستدرج ضمن مؤشر الأسواق الناشئة ولكن فعليا الاستفادة ستكون في جميع شركات السوق وعلى جميع شركات السوق وتجدر الإشارة الآن إلى أن الأجانب من تاريخ الأعلان ترقية سوق قطر إلى الأسواق الناشئة كان هناك عمليات شراء لذلك ليس بالضرورة أن ننتظر تاريخ الإدراج الفعلي حتى يكون هناك عمليات شراء للأجانب وهذا يعتقد البعض خطأ أيضا أن على عمليات شراء ستكون بتاريخ الإدراج وليس الآن وهذا شيء يجب التنبيه إليه والإشارة إليه بشكل أو بيء نعم حسام عن برج المستشار المالي ضيفي من العاصمة القطرية الدوحة شكرا جزيلا لك وأذكر بالمستبعات التاريخية الجديدة للبورصة القطرية 12939 الأعلى منذ إنشاء هذه البورصة